موسيقى موسيقى شاهدين الكرام أهلا بحضراتكم ومرحبا كل تحية أهلا بك محمد أهلا بكم مشاهدين في نشرة الثامنة مساء موسيقى خلال احتفالية تغييل أولى رحلات خط أرورو المصري الإيطالي مدبول يشهد فعليات رفع العالم المصري على السفينة ودي العنش موسيقى الجيش اللبناني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار بعد قصفه بلدات عدة ومنشآت لحزب الله في الجنوب موسيقى وأكثر من ثلاثين شهيدا وعشرات الجرحة في غارات إسرائيلي على قطاع غزة وحصيلة ضحايا تتجاوز أربعة واربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثين شهيدا ومائة وأربعة آلاف مصاد موسيقى أهلا بكم إلى أهم ما سنتابع في الأخبار الاقتصادية وزير الصناعة يعلن عن طرح 2612 قطعة أرض صناعية في أربع وعشرين محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية موسيقى كل تحية تفاصيل نشر أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط أرورو المصري الإيطالي تأتي في إطار توجيهة الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب احتفالية تشغيل خط الرورو قال إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا أطلق خط الرورو بين مصر وإيطاليا حيث شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشغيل أول رحلة لسفينة تجارية من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا الإيطالي ويعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي قامت بها وزارة النقل تنفيذ لتوجيهات السيد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى أن تصبح مصر مركزا إقليميا واستراتيجيا للتجارة والترانزيت وتحقيق الانفتاح الاقتصادي عالميا ده الخط السريع اللي بيقدر ينقل البضائع وتحديدا الصادرات الزراعية الطازجة في وقت قياسي احنا سمعنا أنه يومين ونص بيقدر ينقل الصادرات المصرية الكبيرة من الخضر والفواكه والمواد الغذائية بينقلها الأوروبا علشان على طول تصل لكل دول أوروبا هذا وقد جاء الاحتفال بهذا التشغيل بمشاركة متميزة من المصدرين المصريين وكبرى الشركات الإيطالية والعالمية بهذا الخط بنختصر المدة الزمنية إلى أقل من النصف عن اللي كان الخطوط الطبيعية ده معناه إيه؟ معناه أنه عندنا فرصة أكبر لصادراتنا أنها تزيد لأوروبا وتحديدا الصادرات الزراعية والمواد الغذائية الطازجة كما شاهد مدبولي مراسم رفع العالم المصري على متن سفينة وادي العريش الجديدة إيزانا بانضمامها إلى الأسطول البحري المصري قفت النهاردة بإن إحنا بنرفع العمل العالم المصري على المركب أو سفينة وادي العريش وده جزء أيضا إضافة جديدة للأسطول النقل المصري وتاني إحنا أفكر حضراتكم لو بنتكلم على تعظيم صادرات وإن مصر تبقى مركز إقليمي وعالمي للتجارة البينية الموضوع مش كلام الموضوع بنية أساسية الموضوع أسطول يبقى عندنا وعندنا قدرة للوصول لأي حتة في العالم النهاردة أيضا بسفينة وادي العريش اللي هي بتصل حمولتها إلى أكتر من 82 ألف طن بنقدر إن إحنا النهاردة ننقل بضايعنا اللي وبالذات برضو مرة أخرى تحديدا صادرات كثيرة جدا وأيضا إن إحنا الحبوب الغذائية زي الضرة والأمح اللي إحنا بنستوردها إنها تصل أيضا في أسرع وقت ممكن والأهم ده جزء من الأسطول المصري وبالتالي إحنا بنمتلك السيادة والريادة في هذا الأمر كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة قامت بالتوسع في تطوير الموانئ لتمكين قطاع الصناعة في مصر محطة حاويات تحية مصر واحد اللي هو الجزء آخر من التوسع الكبير اللي إحنا بنعمله فيه مينة دنيات عشان يقدر إنه يكون قادر على مزيد من حركة التجارة اللي إحنا كلنا بنسهدفها لما كلمت حضراتكم من أيام قليلة إن إحنا قادرين بإذن الله إن إحنا نصل بصادراتنا إلى أكتر من 140 مليار دولار ما هو الكلام ده عشان يحصل محتاجين بني أساسية تبقى موجودة كما أكد مدبولي أن الوضع الاقتصادي في مصر يسيره على الطريق الصحيح في كافة القطاعات برضو ما زال الألق الدولار زادت شوية الأرقام زادت طب هو إحنا هنعدي الخمسين ولا مش هنعدي الخمسين وهو ده معناها إن فيه تعويم تاني ولا لا أذكر حضراتكم بشيء مهم جدا إحنا اتفقنا إن إحنا مش هيبقى فيه تقييد لحركة الدولار وإن إحنا ملتزمين بسعر صرف مارين طب هو إيه اللي حصل في العالم كله مع الانتخابات الأمريكية ونتيجتها الدولار قوي على مستوى العملات على مستوى العالم كله الدولار قوي قدام اليورو وقدام الجنيل السرليني وقدام كل العملات فطبيعي جدا الجنيل مصري جزء من منظومة عالمية موجودة فطبيعي حيحصل هذه النوعية من الحركة وتانية بقولها لحضراتكم ما نتخضش إن يبقى فيه زيادات وبعدها ممكن منلاقيه بيرجع تاني خلاص إحنا بنتحرك في إطار سوق حر وعرض وطلب والحمد لله أهم شيء إن إحنا ما فيش حاجة متأخرة وده اللي أنا بأكد عليه الحركة موجودة والعرض والطلب موجود والتجارة والصناعة بتاخد مستلزمتها وده اللي إحنا بنتحرك عليه في هذا الأمر كما أشار مدبولي إلى أن الاستثمارات القوية التي تتبنى مصر في العديد من القطاعات ستوفر الآلاف من فرص العمل لشباب التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر بفضل توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتأكيد سوف يكون له مردود إيجابي كبير على قطاعات التجارة والاستثمار وفتح الأسواق المصرية للاستثمارات الأجنبية وفتح أيضا أفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو التقدم من ميناء دمياط أحمد أبو الحسن أني للأخبار وخلال اجتماع الحكومة الإسبوعية أكد رئيس المزارة دكتور مصطفى المدبولي حرص الدولة على بدل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة بهدف توطين الصناعات المختلفة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة فضلا عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها نعم وقد أشار مدبولي إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس سيسي لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة العمل وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أنه لمس تطورا في مختلف الصناعات المصرية خلال حضوره فعالية النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض السنوي للصناعة أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن مصر تؤيد كل خطوة من شأنها الحفاظ على استقرار مؤسسة الدولة اللبنانية جاء ذلك خلال الاتصالات الهاتفية التي أجرها وزير الخارجية اليوم مع عدد من رؤساء الأحزاب والتيارات اللبنانية والتي شملت كل منه سامير جعجع رئيس حزب القوات وسامي الجميل رئيس حزب الكتائب وسليمان فرنجية رئيس طيار المردة وجبران باسيل رئيس الطيار الوطني الحر وقد أعرب الوزير عن تطلع مصر إلى أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار خطوة للأمام وأساس يمكن البناء عليه لمرحلة جديدة في لبنان الشقيق وتمكين أيضا دور المؤسسات الوطنية وعلى رأسيها الجيش اللبناني بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيها من جانبهم أعرب رؤساء الأحزاب وطيارات اللبنانية عن تقديرهم العميق لمساندة مصر للبنان على المستويين السياسي والإنساني ووقوف مصر بجوار لبنان في هذا الظرف أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع هو ضرورة وأولوية في ظل ما يشهده القطاع من أزمة إنسانية حادة وقد جاء ذلك خلال الاتصال الهتفي الذي تلقاه وزير الخارجية اليوم من تور وينسلند المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وذلك خلال الاتصال قد أدت تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وقد شدد الوزير على الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة مشيرا إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثاني من ديسمبر بالشراكة مع الأمم المتحدة وأعرب عن تطلعه أيضا لأن يسفر المؤتمر عن مخرجات تسهم في رفع المعاناة عن كامل أو عن كاهل عفوا الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي كذلك على أن القرى الإفريقية تواجه تحديات غير مسبوقة تقوض من قدراتها على تحقيق الأهداف وطموحات التي حددتها أجندة الفين ثلاثة وستين جاء ذلك خلال مشاركة عبد العاطي في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي حيث تطرق إلى التعامل مع التحديات الأمنية في القارة وتبني استراتيجيات أكثر إيجابية لتعزيز المؤسسات الوطنية ودعم الدول الإفريقية كما شدد عبد العاطي على التزامي مصر الراسخ بتعزيز السلام والأمن والتنمية في إفريقيا كما أكد عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج تطلعه لتوطيد العلاقات مع دول الإفريقية الشقيقة واستشراف فرص جديدة لتعاون المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع وزير خارجية أنجولا ووزير خارجية بنين ووزير خارجية جزر القمر ووزير خارجية الرأس الأخضر ونائبة وزير خارجية سيراليون وذلك كل على حدى واتفق عبد العاطي مع نظرائه على التنسيق المشترك في الأطر الدولية لدعم قضايا القارة الإفريقية وتبادل تأييد الترشيحات خاصة في المحافل الإقليمية والدولية أشهد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وجبوتي مؤكدا أهمية البناء على الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات عبد العاطي أشار خلال استقباله رئيس البرلمان الجيبوتي دليتا محمد لأهمية تعزيز إطار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني وإنشاء لجان صداقة مصرية جيبوتي بمجلس الشيوخ بالبلدين وتفعيل لجاني القائمة بمجلس النواب أكد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي على تطلع لدفع العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين مصر وجبوتي إلى أفاق أرحب خاصة على الصعيد البرلماني وقد جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية دليتا محمد رئيس الجمعية الوطنية بالجيبوتي والوفدة المرافق له وشدد جبالي على أهمية الشراك بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الفكر المتطرف لفتن لأهمية تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي والإقليمي لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار خاصة ما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر انطلاقا من ضرورة التوافق على ضرورة احترام سيادة الدول ووحداتها الإقليمية وضمان حرية الملاح الدولية لا يزال اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان على صفيح ساخن فلما يكمل الاتفاق يومه الثاني حتى بدأت الخرقات الإسرائيلية فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لحل حالة الأزمة اللبنانية وأبرزها دعوة مجلس النواب إلى جلسة الانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من يناير المقبل المزيد من التفاصيل والتحليل مع الزميل محمد البولوك إليك محمد شكرا شهي ناز وأهلا بكم مشاهدينا وهذا الملف الذي نتحدث فيه عن ما يدور في لبنان والاتفاقية التي تم الإعلان عنها بين إسرائيل وحزب الله حيث أعلن الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهكت وقف اطلاق النار عدة مرات منذ بدء الاتفاق وأفاد الجيش اللبناني أن هذه الخرقات تمثلت في عمليات جوية بالإضافة إلى استداف الأراضي اللبنانية بأسلحة متنوعة وأشار التلفزيون اللبناني إلى أن قيادة الجيش تتابع هذه الخرقات بالتنصيق مع المراجع المختصة ويأتي ذلك تزامنا مع نشر الجيش اللبناني قواته ودباباته في جنوب البلاد في إطار اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وكانت الدبابات الإسرائيلية قد قصفت ست مناطق في جنوب لبنان كما أعلن جيش الاحتلال أنه قصف منشأة لحزب الله في جنوب لبنان مؤكدا تواصل انتشاره في المناطق ودات بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار كما جدد الاحتلال تحذيره لسكان الجنوب من التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني من الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى ثلاثة ألاف وتسعمائة واحد وستين شهيدا وستة عشر ألفا وخمسمائة وعشرين جريحا خلال ثلاثة عشر شهرا من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل رغم وقف اطلاق النار في لبنان أفادت مصادر أمنية ووسائل أعلام رسمية إن نيران دبابات إسرائيلية أصابت ثلاث بلدات على الحدود الجنوبية الشرقية للبنان مع إسرائيل بعد يوم من سريان وقف اطلاق النار الذي يحضر العمليات العسكرية الهجومية نيران دبابات أصابت بلدات مركبة والوزاني وكفرشوبة وجميعها يقع على بعد كيلو مترين من الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل ما أصفر عن إصابة شخصين في بلدة مركبة في غضون ذلك تعرضت بلدة عيد الشعب ومدينة بنت جبيل لقصف مدفعي معادن كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قورة قضاء وصور وبنت جبيل من جانبه اعترف جيس الاحتلال الإسرائيلي بأن مسايرة تابعة له استهدفت مركبة لبنانية لكنه قال إن استهدافها لم يكن بهدف القتل وإنما بهدف إبعادها عن المنطقة المحضورة بينما أكد أنه رصد وصول مشتبه بهم بعضهم بسيرات إلى عدة مناطق في جنوب لبنان وهو ما يشكل انتهاكا دخل وقف إطلاق النار بين لبنان وحزب الله حيز التنفيذ منذ أمس بمجب اتفاق بوسطة أمريكية وفرنسية في خطوة من شأنها السماح للسكان في البلدين بالبدء في العودة إلى منازلهم في المناطق الحدودية المدمرة بفعل مواجهات استمرت 14 شهرا لكن تنظيم عودة السكان إلى منازلهم يواجه تعقيدات مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية في بلدات الواقعة على الحدود وبموجب شروط وقف إطلاق النار يمكن للقوات الإسرائيلية أن تستغرق ما يصل إلى 60 يوما للانسحاب من جنوب لبنان بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اتصال الانهاتفي مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بصار وقف إطلاق النار في لبنان والتحضيرات للانتخابات الرئاسية اللبنانية كما تضمنها الاتصال لانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق وكان بري قد دع اليوم إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من يناير المقبل وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في المنصب منصب رئيس الجمهورية لغياب التوافق بين القوى السياسية حيث فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس جديد خلفا لرئيس السابق مشيل عون والذي انتهت ولايته في أكتوبر من عام 2022 بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناجي من القاتل اليوم مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إف لودغيان الوضع في لبنان بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتركزت المباحثات خلال اللقاء الذي شارك فيه سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماجرو والوفد الفرنسي على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان حيث شدد الموفد الفرنسي على أن استعادة سيادة لبنان تتطلب انتخاب رئيس الجمهورية من دون تأخير وللمزيد من التابع ينضم إلينا من باريس دكتور مجيد بودن أستاذ العلاقات الدولية دكتور مجيد مرحب بحضرتك بداية وهل يعتبر القصف الإسرائيلي الجوي لمنشأة حزب الله اليوم هو انتهاك لليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يعني قانونيا هو انتهاك ولكن الوضع هو في تنفيذ هذا الاتفاق وبالتالي سوف لن تكون له أثار من موسى لأن ميزان القوى الآن هو مختل وميزان القوى يفرض أن يقع تنفيذ هذا يعني بلود وقف إطلاق النار واتعل أن هذا الإخلال هو مجرد تأخر في تطبيق قرار وقف إطلاق النار وبالتالي المسألة التي تهم هو مسألة الضحايا المدنيين وهذا للأسف شيء وارد في هذه الأمور ولكن يجب المحاسبة عليه الموضوع الآن هو كيف ستعمل كل القوى لكي ينفذ القرار على أرض الواقع بشكل جدي وملموس إسرائيل فردت شروطها بأن تبقى حوالي شهرين ستين يوما لإنهاء خروجها وفي هذه الفترة ستقع عدة إخلالات وعدة تجاوزات ولكن هذا هو واقع ميزان القوى الحالي نعم طب إلى أي مدى يمكن أن تسهم الجهود الدبلوماسية ودعوة رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من ينار المقبل في تغيير المشهد في لبنان مسألة اتخاب رئيس جمهورية جديد هو مسألة مهمة جدا وهذا سبب من أسباب عدم الاستقرار في لبنان لأن رئيس الجمهورية له سلطة على الجيش وهي السلطة العليا وبالتالي هذا مهم والجيش الآن سيلعب دورا كبيرا في أن يستقر الأمر في لبنان وخاصة في جنوب لبنان سبدأ ينشر قواته في الجنوب اللبناني وهذا من ضروريات إقامة سيادة الدولة اللبنانية على كل ترابها وهو بند أساسي في تركيز وقف إطلاق النار لحوات إطلاق النار لحماية المدنيين أساسا والخروج من هذه الأزمة مهما كانت الظروف الآن لأن الحروج من الأزمة يمنع من تكرار هذه المجازل التي نشاهدها في جنوب لبنان والتي شاهدناها في غزة نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور مجيد بودن من أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من باريس إذن مشاهدين هذا هو كل ما لدينا وعودة إلى الزملاء محمد ترك وشاه ناس جويش إليك شاه ناس شكرا لك الزميل محمد فاصل قصير مشاهدين ونعود مع حضراتكم باستكمال نشرة الثامنة فابقوا معنا أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 34 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة من قطاع غزة 29 منهم وسط القطاع يأتي ذلك بينما أعلنت الصحة في غزة استشهاد 48 فلسطينيا وإصابة 53 آخرين في ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44 ألفا وثلاثمائة وثلاثين شهيدة ومائة وأربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين جريحة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي لا يزال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يتواصل بوحشية مقطعة النظير حيث يكثف الاحتلال من قصفه لمناطق متفرقة بالقطاع الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين لا تزال مستمرة وآخر حلقاتها تلك أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات بعد توغل بري وقصف جوي شنته قوات الاحتلال في أنحاء قطاع غزة حيث كثفت القصف على مناطق وسط القطاع ودفعت بدبابات في اجتياح أعمق بشمال وجنوب القطاع وفي المصيرات أحد المخيمات الثمانية القديمة للاجئين في قطاع غزة نفذت طائرات إسرائيلية عدة غارات جوية أدت إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق وتضرر طرق في محيط مساجد وأفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفا عنيفا على المخيم الجديد في النصيرات والسقطاع ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين وأدت الحملة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا على غزة إلى استشهاد أكثر من 44300 شخص أغلبيتهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 104 ألف آخرين في حصيلة غير نهائية كما يزال ألاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الأسعاف والإنقاذ الوصول إليهم فضلا عن نزوح جميع سكان القطاع تقريبا لمرة واحدة على الأقل وفقا لسلطات غزة كما تحولت مساحات شاسعة من القطاع إلى أنقاذ ولم تحقق محاولات للتفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار على مدى شهور تقدما يذكر حيث لا تزال متوقفة في الوقت الراهن بسبب التعنت الإسرائيلي لتتصاعد الهجمات القتالية بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية أكد برنامج الأغذية العالمي أن جميع المخابس في وسط قطاع غزة أغلقت بسبب الشح الحاد في الإمدادات هذا وحضرت المنظمة الأهلية الفلسطينية من تدهوري الأوضاع الإنسانية في القطاع مؤكدة أن وكالة أنرواهي العمود الفقري للعمل الإنساني في القطاع لم تقتصر المأساة الإنسانية في قطاع غزة على خيام منعدمة التدفئة ووجود نقص حاد في الضروريات الشتوية مثل الملابس الدافئة والبطانيات بل باتت أمطار الشتاء في القطاع تهدد بطفان من مياه الصرف الصحي على مئة الألاف من النازحين أكثر من مليون شخص يعيشون في خيام بمنطقة المواصي الساحلي الرملية في جنوب قطاع غزة حيث أكبر الافتقار إلى نظام الصرف الصحي العديد منهم على استخدام حفر في الأرض كمرحيد سكان غزة المنهكون الذين أضعفهم الجوع والبرد والقيود الإسرائيلية على المساعدات أدت إلى إتلاف ممتلكاتهم الهزيلة مثل المراتب والتسبب في الأمراض وفي شمال قطاع غزة يضطر عدد كبير من السكان للبحث في القممة ووسط الأنقاض علهم يعثرون على مستلزمات ضرورية للبقاء وكالة الأنروة والتي تماثل شريان حيال الفلسطينيين حضرت من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع وأكدت أن 91% من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي مشيرة إلى أن إمدادات الغذاء بغزة لا تلبي 6% من حاجة السكان خاصة فضل إغلاق معظم المخابس جنوب قطاع غزة وفي قطاع غزة يقطط الناس على أعلاف الماشي وأوراق الصبار للبقاء على قيد الحياة بعدما حرمهم العجز الدولي من حقهم المشروع في الحياة ومع مواصلة إسرائيل الجرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة دع جوزيف بورل مسؤول السياسة الخارجية المنتهية ولايته بالاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء في التكتل إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة ضد بن يمين نتنياهو بعد استئناف دولة الاحتلال لقرار المحكمة في محاولة للفكاك منه نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات متزامنة لعدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية وقالت مصادر فلسطينية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس في تول كارم حيث وقعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين من جانبها قالت سرايا القدس إن مقاتليها أطلقوا النار تجاه القوة الإسرائيلية التي تسللت إلى منطقة محور الدمج بالمخيم كما فجرت عبوة ناسفة بقوة أخرى بمنطقة جبل النصر محققة إصابات مؤكدة مشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض الفاصل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر الختامي لمشروع ديوني جرين بهدف الحد من التغيرات المناخية إذن جاء وقت الاقتصادي في هذه النشرة الآن مع الزميلة سارة سي تفضلي سارة شكرا لكم أهلا بكم أعلن وزير الصناعة كامل الوزير اطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر ديسمبر القادم على أن يتم غلق باب التقدم في الثامن من شهر ديسمبر المقبل وتضم المرحلة الثامنة 2612 قطعة جديدة موزع على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وطيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي تفقد وزير البترول كريم بدوي يرافقه وزير العمل محمد جبران حقول بترول بلعين في مدينة أبورديس بجنوب سيناء وأوضح وزير البترول أن زيارتها التفقدية لحقول سيناء تأتي لمتابعة جهود فرق عمل الحقول في تنفيذ خطط وبرامج التنمية والإنتاج وحفر الآبر وتطبيق معايير الحفاظ على السلامة والبيئة وذلك وفقا لاستراتيجية عمل الوزارة الجاري تنفيذها أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وضع حجر أساس مشروع شركة CNG Egypt New Energy Glass صينية التابعة لشركة الصين القابدة للزجاج بالمنطقة الصناعية بالسخنة وذكرت المنطقة الاقتصادية أن المشروع يهدف لإنشاء خط إنتاج للزجاج المسطح بطاقة يومية 1000 طن وخط إنتاج للزجاج الكهرودوئي بطاقة يومية 800 طن بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار وبما يوفر ألف فرصة عمل عقب انتهاء المشروع أجرى وزير الاستثمار حسن الخطيب لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الألمانية وكذا تجمعات رجال الأعمال وممثلي الشركات حيث ألتقى الوزير مع روبرت هايبك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد حيث استعرض اللقاء وصول تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين كما استعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية أكد وكيل وزارة التموين بالقاهرة أن افتتاح سوق اليوم الواحد في منطقة إنبابا غدنا الجمعة يمثل خطوة جيدة على طريق الأسواق التي يتم تنظيمها في عدة محافظات لإحداث التوازن في الأسعار التي زادت خلال الفترة الماضية وقال وكيل وزارة التموين إن كل سوق يضم قوافلة تزيد عن خمسين سيارة محملة بكفة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بنسبة ثلاثين بالمئة لافتا إلى أن الكميات المعروضة كبيرة وتفي وتزيد عن احتياجات المواطنين سجلت مؤشرات البرصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو 13 مليار جنيه ليبلغ مستوى تريليونين و2012 مليار جنيه وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 22 من 10 مليار جنيه وارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية إي جي أكس 30 بنسبة 31 من 100% كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 34 من 100% ختام الأخبار الاقتصادية وعودة من جديد لزملاء شهيناس جويش ومحمد ترك إليكم شكرا لك سار أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية جائزة التمييز الحكومي العربي باعتبارها أحد حلقات التحفيز والتواصل والتفاعل الجاد والبناء لمضاعفة الجهد لتعزيز فعالية الحكومة العربية وتطوير أساليب العمل للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية المطلوبة بالفعل وقد جاء ذلك خلال حفل جائزة تمييز الحكومي العربي لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهدف إلقاء الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية وقدت فعالية النسخة الثالثة لحفل جائزة تمييز الحكومي العربية حيث تم تكريم 23 فائزا من بين الفئات الرئيسية للجائزة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية في النسخة 2023-2024 مما لا شك فيه أن جائزة التمييز الحكومي العربي خاصة في التوقيت الحالي تعد أحد حلقات التحفيز والتواصل والتفاعل الجاد والبناء لمضاعفة الجهد لتعزيز فاعلية الحكومات العربية وتطوير أسليب العمل للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية المطلوبة يثبت تاريخ الأمم أهمية العمل على تعزيز كفاءة الحكومات وتعلمنا قصص الدول أن الفرق بين الحضارات التي نجحت وغيرها يكمن في كفاءة إدارة مواردها البشرية والمالية وبمعنى آخر كفاءة حكوماتها الكفاءة الحكومية ليست ترفا فكريا أو موجة عابرة الكفاءة الحكومية هي الأساس الذي يبنى عليه الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وهي الممكن الرئيسي لتنافسية الدول ورفعة الشعوب فازت وزيرة التنمية المحلية المصرية بجاز التمييز الحكومي العربي كأفضل محافظة على مستوى العالم العربي على الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال توليها منصب محافظة دمويات الأولى دعم سيد رئيسه دعم دولة رئيس الوزراء والحكومة ما كناش طبعا المرأة المصرية لما سيد رئيس آمن بيها وحطاها في المراكز دي اشتغلت وبينت شغلها فالأولى الدعم ده ما كناش وافين النهار دين ودي برضو هي جائزة تعتبر للمرأة العربية كلها وأنا من هنا أنا بأبدي رسالة للمرأة العربية إنها مزيد من الجهد ومزيد من العمل عشان مزيد من الجوايس كذلك فاز أيضا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف عن مشروع وحدة لم الشمل التكريم ده بيمثل داعم كبير جدا لنا في مركز الأزهر العالمي للفتوى في مشيخة الأزهر الشريف وكذلك داعم كبير للزملاء العاملين معنا في فريق العمل في هذا المكان المتميز وطبعا الحصول على هذه الجوائز والتكريمات والتقدير الدائم والمستمر للأعمال هو بمثابة حافز كبير وداعم كبير يعطي قدرة على الاستمرارية في العمل والعطاء من أجل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها هذه الأعمال خاصة فيما يتعلق بوحدة لم الشمل تعد جائزة تميز الحكومي العربي الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربيا في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي وتحفيز الفكر القيادي والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية جائزة عربية تخلق نوع من التنافس الرقي بين مختلف الحكومات العربية والذي يصب في مصلحة المواطن العربي من خلال تطور أداء الحكومات العربية من داخل الجامعة العربية منذر أبو دوح أني الأخبار نظمة الأكاديمية العربية للألوم والتكنولوجيا والنقل البحري المؤتمر الختامي لمشروع يوني جرين بهدف ذلك أو يهدف ذلك المؤتمر للحد من التغيرات المناخية والذي يموله الاتحاد الأوروبي بتعاون مع عدد من المؤسسات نتابع تحترعات الأكاديمية العربية للألوم والتكنولوجيا والنقل البحري شهدت جلسات المؤتمر الختامي لمشروع يوني جرين عرضا للنتاج الختامية والذي ياتي بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني وعشر جامعات مصرية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ويهدف المشروع للحد من أثار التغيرات المناخية موضوع التغيرات المناخية هو موضوع الساعة على مستوى العالم ونحن طبعا مش بمعزل عن العالم وبالتالي احنا بنحاول ان احنا نعمل نشر وعي عن التغيرات المناخية في الجامعات المصرية معنا عشر جامعات مشاركين في هذا المشروع الهدف ان احنا نشوف التأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية على كل القطاعات فالزملاء قدموا مثلا حلول مبتكرة لمجابهة التغيرات المناخية والتعامل معها في مجال الزراعة في مجال التصحر في مجال المياه في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال تربيت الحيوانات والتصار والداجنة والمواشي وهكذا نحن على مدى السنتين الماضيين كنا في هذا المشروع بالتعاون مع الأكاديمية العربية ومع عشر جامعات مصرية أسدزة وطلاب لتقديم أبحاث ودراسات لتطوير المناخ والنهاردة بنحتفل بخمس مشروعات فائزة ان شاء الله يكون لها درها المفيد في هذا الاتجاه وجاءت توصيات المؤتمر حول تعزيز دور الشباب في الحد من أثار التغييرات المناخية ورفع الوعي لدى المواطنين ووضع مناهج تعلقية متعلقة بالمناخ في عشر جامعات مصرية ودعم شباب الروادي الأعمال ماليا وفنيا في مواجهة التغييرات المناخية المشروع كان هدفه الأصلي هو توعيد الشباب بتأثير التغيير المناخ وإزاي ممكن يتصده بحيث أن يبقى مبدأ أساسي ثم يتحول بالتدريج إلى تعديل لمناهج تخصصات كثير جدا في الجامعات الحكومية احنا عملنا ورش عمل وأنشطة طلابية مع العشر جامعات اللي حارتك شايفهم سدزة أعضاء التدريس معاونين طلاب مخرجات أنشطة ورش عمل المؤتمر كله الحقيقة كانت أكثر من رائعة وخلال جلسات المؤتمر التي استمرت فعالياته على مدار يومين تم استعراض حصات أكثر من عامين في مجال الحد من التغييرات المناخية ووضع حلول عملية لمواجهة تلك التغييرات بالتعاون مع الجامعات المصرية العشر وإحدى مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي الممول للنشوع عدد من التوصيات الهمة التي أكد عليها المؤتمر في ختام عماله أهمها رفع الوعي لدى الشباب وتعزيز دور الشباب في ريادة الأعمال والتأكيد على إيجاد حلول علمية وعملية للحد من التغييرات المناخية في كافة القطاعات من داخل العمل المؤتمر عبد الحميسق أني الأخبار قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إن قوات الجوية المصرية والأمريكية نفذتها تدريبا مشتركا على مدار عدة أيام بأحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهم وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية يأتي ذلك في دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية نتابع في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريبا جويا مشتركا على مدار عدة أيام بأحدى القواعد الجوية المصرية وذلك بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية كذلك التدريب على التزود بالوقود في الجوية وأظهر التدريب مدام وصل إليه مقاتل القوات الجوية من مستوى احترافي عالي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف يأتي التدريب في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصريات والأمريكي شاهدين وصلنا إلى ختام النشر وهذا تذكير بأهم العنوين خلال احتفالية تشغيل إلى رحلات خط أرور المصري الإيطالي مدبول يشهد فعاليات رفع العلم المصري على سفينة وادي العريش الجيش اللبناني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار بعد قصفه بلدات عدة ومنشأة لحزب الله في الجنود وأكثر من ثلاثين شهيدا وعشرات الجرحة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وحصيلة الضحايا تتجاوزوا أربعة وأربعين ألف شهيد والمصابون يتجاوزون مئة وأربعة ألاف وتسعمائة شاهدين ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت شكرا لمتابعتكم في أمان الله في أمان الله اشتركوا في القناة